اشتركوا في القناة 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 لأنها ربما تنظروا دائما غير على هذه النقطة التي يترون نصف تلجوج في النهار ولكن لا تنظروا على الشطر الثاني من النصيحة وهو أن هذه نصف تلجوج في النهار خاصة يكون متصاحب مع نظام غدائي متوازن يعني بني تنظر على عدد سعرات حرارية اللي خاصة يكون فيها 50% السكريات اللي يتبشي مع هذه نصف تلجوج المشكلة هو أنه لا تنشربه الماء بزاف ولكن بالموازات مع هذا تناكلوا الحلاوة بزاف وتناكلوا مادة سوديون بشكل كبير وهذا تزيد يرفع من الاحتياجات ديالنا في الماء والأبعد من هذا أنه حتى يتزاد سعرات الحرارية اللي تندخلوا الجسم ديالنا تتزاد كذلك الاحتياجات الجسم ديالنا اللي ماء فبعد الأحيان يقدر يكون طبيعة الأكل اللي تناكلوا تحتاج لثلاثة يترو والأربعية يترو ديال ما في النهار ماشي جوجيترو يعني فهذه كترونس والجوجيترو هي معطيها لحسب النظام الغدائي الطبيعي الجيد المتوازن ولكن إذا كان عندي خلل في النظام الغدائي ديالي إذا كان عندي عدم توازن في النظام الغدائي ديالي هذا تينيع لأنني خسني نزيد في النسبة للماء اللي تناخد فما بالك شخص عنده خلل في النظام الغدائي ديالي وما تشربش الماء بشكل كبير هذا مشكل من بعد كلمة ربما لأن السؤال المطروح هو هاد الماء اللي تنشربو ولا هاد جوجيترو اللي تنخصنا نشربو واش خاصة ضروري تشغير من الماء بوحدو لا ما كان شهر الماء بوحدو كلمة وكلمة وكلمة الأغدية الأخرى ولكن احنا تنضرو على جوجيترو جاية من الماء عاد الأغدية الأخذة اللي فيها سوائل أو اللي فيها الماء بحل الخضر بحل الفواكه فتخيل معي أنا شخص ما تيكوس الخضر ما تيكوس الفواكه تيكوس بزافد الحلاوة تيكوس بزافد الملحة وما تيشربش الماء بزافد هذا سؤالي كان نعم واش المعدد الإنسان يقدر تستوي عبادك كم الكبير دي الأكل كان عطيه بولتي لي تقريباً نحتاجه كيلو تتاكيلو نعم في دفع وحدة نعم ومن بعد عاد يقدر يتحمل يشرب الماء يستحيل طبعية الحال يستحيل هو أن تنزيل دبال المشكلة التي توقعها هو أن تقول كل ما معني في نزيل ما نقدرش بغير نشربه لك المقاتش نعم فهذا مشكل هذا مشكل لأن تيحس بأن المعدد يالو وصفة وصلت إلى واحد درجة أنا ما قادرش قدر أتقبل ذلك شيء لشي نقول أن تعاملنا مع النظام الغدائي وخصوصاً في هذا الفترة الآن دي الارتفاع في درجة الحرارة يعني الناس يقللوا بشكل كبير من السكريات الإسطناعية الناس يقلوا بشكل كبير من الملحة راه ضروري راه مفروض علينا خصنا نديرها أنا بطبيعة حل المساج والرسالة موجهة الناس اللي بغين يدوزوا اليوم ديالهم بأقل عدد ممكن ديال الأضرار يعني حنا ما شيتا نقوله كيفاش انتفادة والعطش فرندان ونهار طويل والحرارة مرتاح مزيان كاليك يجي العطش وكالما يحسش به مزيان هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو اليوم باش غيجيني العطش متلا مع الثلاثة ولا مع الجوج غيجيني تلا الربعة ولا تلا الخمسة لأننا غنحافظ على المخزون ديالي من الماء فهد المخزون ديالنا من الماء شحال ما كلينا الحلوة بزاف لأن السكر تيجبت الماء احنا بنيتنا ناكلش حاجة حلوة تيجي العطش شحال ما كلينا مادة السوديوم بزاف شحال ما تتزاد الاحتياجات ديالنا ذاك شعلاش في الفترة الليلية من المغرب تال الفجر ولا تال الصحور راه ماشي ضروري أنني ناكل نشرب كمية كبيرة دلماء أنا ما تنقولش الناس يشربوا الماء بزاف بقد ما تنقولهم ينقصوا من الماكلة ماشي نزيدوا من الماء فإلا قدرنا نشربوا واحد جوج يترون ونصد الماء بالليل فنقصوا من الماكلة شي شوية يعني إلا كنا تناكلوا خمسات شباكية تناكلوا غير واحدة إلا كنا تناكلوا ستاد البريوات تناكلوا غير جوج علاش لأنه إلا بقينا غادين في نفس النظام الغدائي اللي كان عندنا من كانت درجات الحرارة من الخافضة فأكيد أن هذا غادي ادي للمشكل ديال الاجتفاف اللي هو مشكل خطير بتبعية الحال نبيل التوقيت كذلك ديالشرب المتا هو مهم باش نستفد منه كين بزاف ديالناس مكتعرفش التوقيت الملائم لأن قدر نستفد من الكميات السائل وهدي المال غنعتلي جسم ديالي وقدر نستفد منه وخلاص أنه قبل ما تقدر الأدان ديال الرجر كين بزاف ديالناس تقولك نشرب نشرب بزاف باش نتفادل عطش تغدلي نعم هو شرب الماء بزاف الجسم تياخد الاحتياجات اللي محتاجها والآخر تيخرج ولكن تتبقى نقطة مزيانة إيجابين قدروا نشربه قبل الماء خاصنا نشربه الحسن أن أنا مانشربوش listening tau مشربنا في الفجر ما خاصنا نشربوا وناكولي عاوديين اسيمو خويش أخرين رغن نأكل بريوة مثلا حلوة ولا غنشرب الماء وأنا أكل عاوديين اسبكية ولا غنشرب ماء وأنا تكون فيه شAudني حلاوة ولكن لو غنشرب الماء وأنا أكل معها تميرات ما newest مشكلة هنشرب الماء وأنا أخذ معها فاكوة علlr عاصير 180 فى كم عاديش مشكلت نضيد الماء، ندر عصير despite design هذي ممكن أنا ننذيرها. التوقيت دي الشرب الماء نعم سؤالي هو مهم ونقطة هي مهمة ونقطة هي رئيسية لأن توقيت دي الشرب الماء نقطة هي مهمة بزاف. فنبدأو نحنا كنا تحدثنا في الحلقة اللي فاتو قلنا بأن نبدأو الماكلة دينا بالماء. ولكن هنا ما خاش يكون ما بارد وهذي نقطة كذلك يكون ما عادي. الناس من يوصلوا للمغرب مع الارتفاع في درجة الحرارة اللي غادي يكون خصوصا الناس اللي خدمين على بره وغادي نرجع ونهضر على هذوك الناس لأنهم كذلك تعاني ومساكن. اولا الناس كان واحد شخص كان على برات يتقدى ولكن هذا ودخل عرقان. تدي الرياضة. تدي الرياضة. فحق الرياضة في هذا الارتفاع المفرد في درجة الحرارة نتنفضل نخلي تلمر المغرب. وإن كان كنا تحدثنا وقلنا مزي قبل المغرب ولكن في هذه الحالات الخاصة دي الارتفاع المفرد في درجة الحرارة. انا افضل انه يبقى من بعد المغرب. ما يعني ناش. الى دخل الانسان لبيته دياله هو درجة حرارة الجسم دياله مرتفع لانه خصنا نفرقه ما بين الارتفاع في درجة حرارة الجسم. وما بين العطش. هو مجوش دياله قتلي خصنا نفرقه بيناتهم. فتنصح الشخص باش انه يتوضى وضو عادي لصالة او لا قاعدوهوش. علاش باش تنخفضه من درجة حرارة الجسم. هدك التخفيض في درجة حرارة الجسم هو اللي غاي خليني اني ما شربش الماء بززاف في الفطور. او لا ما شربش الماء بارد في الفطور. لانه اللي تي خليني نشرب او لا اللي تي فرد عليها او لا اللي تي تني رغبة باش نشرب ماء سخون في الفطور. ولا عفوان ماء بارد في الفطور. هو ارتفاع في درجة حرارة الجسم. نعم. وهنا تيزيد في حدة العطش. وكالك يتسنغي الادان باش ياخد اول يزيد في حدة العطش. من انت يشرب مبارد هذي مسألة اللي كنا في سرناها وقلنا بأن المبارد خصوا الوقت باش يوصل ثماثة ثلاثة درجة عادة باش يلوز وبالتالي غايب قفل مائدة بشكل كبير والجسم غايب قدائما نغيق لامي. فنشربوا الماء في درجة حرارة عادية. ولكن نمسحوا الجهنا نغسلوا وجهنا نغسلوا رجلنا نغسلوا راسنا باش نخفضهم من درجة حرارة الجسم. حينتي لا بديت الفطور ديالي. بالمبارد راه بشلي الكامل غايبشي بي وليوم الموالي غايكون پيرتور بيع لو دادي كل اليل اللي بشات پيرتور بيع. لأن نعطيك مثال. إلا آآ بديت الفطور ديالي بكاس دلو معادي. فغادي دز بالزربة. الجسم غاي قي يدغطا ما غايبقاش عند اب consultant المشكلة دي لا دي زيد غتاسيو. وحتى عملية الهادم غدوز بالزربة. وغايمكن لي نشرب ماء اخر بالليل. الى شربت الماء بارد في الوقيتها ديال ديال المغرب. بلا ما نهدره على الاضرار اللي ممكن لي تلحق بالمعيدة. لي اضرار قد تكون خطيرة. فغادي غادي بقى مدة طويلة في المعيدة. الهادم غايتم بمدة بغي ياخد مدة طويلة باش يتهدم. فاللي الكله غايم قنحس بالانتفاخ. وغا نحس بوحد وغا نقدرش نشرب ماء اخر. الوجبة ديال الافطار هي المفتاح ديال كيفاش غايدوز عندي الليل. الى فترت بشكل جيد رال الليل غايدوز عندي بشكل جيد. الى ما عرفت كيفاش انت عامل مع وجوبة الافطار فرالو فترة الليلية ما غدوش بشكل جيد. وهذا اللي خليني ننسو لك ذاك الواحد سؤاله بعد غني مشو نقدمه كلامات. مرحبا. مرحبا. وجبة صحور وش هي المفتاح ديال النهار ديالي لغدي كيفاش غادي نقضيه. واش غادي نحس بالحطش ولا غادي ندوزه قادي. هو اللي الكامل للكامل يقدر يؤثر. للكامل. للكامل. شغل شو كاين في ذاك صحور. اه لان لك مثلا اه غنعود نرجع دائما. كليتي ربعات الشباكيات كل ما تناس. رأى اكيد غا يجيك لعطش في اليوم الموالي. لانا هذك ربعات الشباكيات رتتطلب ما كتير. لانا اصلا فيها السكريات فيها الدونيات فيها السؤرات الحرارية. فذيك شالاش قلت انا الليمو الليفتيا كل اربعية كل واحدة. الليمو الليفتيا كل واحدة يدير بناقص. فالصحور اكيد عنده تأثير. الفطور عنده تأثير على الليل. والصحور عنده تأثير على الفترة الصباحية خصوصا. اليوم غدا كيفاش غادي ندوزه. ولكن احتى التخزين ديالي الليمة اللي كان في الفترة الليلية. دك شعور ان ناخد كاز لما ضرور يخصو يكون. اه الناس اللي عندهم عمل شاق اللي عندهم عمل بدني اللي تي خدمو في الزنقة. ضرور يخصو من يشربون المبلي. في سرل هاد نقطة اليش كيشين اجتفاف بزاف وشعورنا بالعطش شديد في الصباح. ملي كان فيكو. لانا. اصعب في ترهي دي الصباح. ملي كانت دوسة في رهدازنا. لانا تنكون وكلينة. الحلاوة بزاف كل من الناسه. قبل من الناسه مش فقط مباشرة رقم من الناسه. ركيب تسحبله قبل من الناسه يعني من طبرة للفراش. رتقدرش كون كليتها ثلاثة تسويع قبل. ولكن علامة تهدمات ودازة الجسم. مصات هادا كلمة. لانا السكر تدخل للخلية. عندما تدخل السكر داخل الخلية يجرم عالمات يدخلو كذلك داخل الخلية. نحن يكون توازن بين داخل وخارج الخلية. سيلا الوضو سموز. ما مريدش ندخل في تفاصيل اكتر. فا اولا كلينا شي حاجة في الملحة بزاف. فالناس اللي فاقوا فيهم العطش يعرفوا بان الليل ديالهم رح كان فيه مشكل. ما كنت الليل ديالهم كان فيها مشكل. والاكل ديالكم ربما ما تكون في واحد الخلال شوية تقول لك انا ما تناكلش بزاف. ورغم ذلك كي جيني للعطش. الوغة مزيان ما تناكلش بزاف هنا ماشي في الكيمية. اه. في النوعية. في النوعية الاكل اللي غادي نتناول. احدا سؤال مهم. اه بغيت نسول الاستد نابي لعلى الماء الملك احنا هي شرينة واحد لبرادة. مزيان. كنديرو فيها الماء. مزيان. هنا كن نديرو في ذاك القلاس هيرا ذاك شو لكين شوية بنت ناول. لكن من اللي نديرو في ذاك البرادة كن اخدوه من تلاجة ولكن ماشي برد زاف. اه. هي شوية هرسو ذاك داك داك سخونية. وكاتو يبقى الماء مزيان ولكن واش داك الماء نجدو يوميا ولا اشنو ندير. ولا ربما لحسب البرادة اذنها ديال طيان ودك شيرة. لا ولكن شحلت الماء شحلت يبقى فيها. والماء غير محلبة مثلا در امر ندرناها البارح. وكاتو قليلا اليوم كنعود نزيد عليها الماديا اليوم. ما تشرب مثلا داك الماء تستعملوه بالليل. كنشربوه. ما غير بقاش نوك ما غير بقاش اللي اغدله. شوفي هي ماشي مشكلة يا لكنت ديال الطين نرى ما تكونش مشكلة يعني وخي بقربها عشان يساها ماشي مشكلة. يالطين مئة بالمئة ماشي داك اللي فيها البلوم. لا ماشي مشكلة ماشي مشكلة. ماشي مشكلة ماشي مشكلة. هل كتاز من يطروت قريبا هذا البرادة? ماشي ندروه ماختيبار للا. ماشي تشرب من المبذة من الناس. هل نقول لك رافيت عشريطة. عشريطة. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. مزيان مزيان. هذي فيك نقطة اللي هي مهمة يعني الناس شكرا تبارك الله عليك للماليك لانه فعود ما ندير في تلاجعة تنديروا في هاد الامور بحركات تكون درجة الحرارة اللي هي مزيانة ديالما. ما تنوص. تبارك الله للماليك كنحيوك بلملال ونمرو ناخده مكال اخرى. والله ينوركو معك دكتور. نعم يا حبيبي. ابغيت نسولك دكتور ديالينا العزيز. مرحبا. ابغيت اه دكتور انا يا مليا مع المغرب مليك نحيي ده مليك مليك نشطر مع مغرب. كان سبقه الحليب. اطلو. اذا سبقت الحريرة اللولة كان ديني الحمودة. لا ما تسبقت. ما تسبقش الحريرة ايا اللولة. اه عافك دكتور. وما كان سبقهاش. انا سبقتها. ببس. انا اللي انا قلوك انا في واحد الوقت كنقوله علش انا يا عندي المشكلة ديالنا عدال الحمودة ودرت ادواني تراسي ده بس حدا اللي هوني الصغير. نعم. اطلع اه الناس كنقولك سبق الحليب. وقد كان سبق الحليب ده بك مع المغرب كديني وابنياني نعم. ومشكلة ما كدينيش الى المال. اه كان كان كرشو ديال الحوتات ما كان عموش الكرش بالزان. مشكلة ما كدينيش العقش. ودب انت ها نعم! انتم فين في الفعمونة نعم او الله يناديين نعم. اذهب هنا انت فين في الفعمونة او الحسيمة نعم نعم؟ نعم 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 Danny نعم 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 مرحباً. لما دكتور ضروري اغسل شي للمزة فيعك مع المغرب مش بزاف شرب كاز لما وكل معا واحد ثلاثة تميراتش ولا جوج ولا ذاك شي اللي كين سير صلي ورجع وعاد شرب الحليب ديالك اللي احتيك الخير يا دكتور مرحبا 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 احنا وياك تبارك الله عليك لكن انت سهل عديل ياله سلام عليكم ايبو السعر مرحبات الله اهلا وسهلا للا مرحبا بك لهاك خديجة مجرد في المس اهلا للا خديجة مرحبا بك هيا لا اح flames حمدالله للا خديجة بحدي السؤال يخليك الدكتور مرحبا لا خديجة عندي واحد جري مرايده وما كيطر له preventsich عندي عامين فيه اهلا وشффني أما تعالى قد أ kalo expرق يقاتل سمع عليه ولا اخرج فيدياله وش начمعomo اخلا لم包 me فأنا نفسر لك النا نبي العيشي المختص في التغذية وكين مورمج أخرى لمختص في فقهي فأخلي سؤالكمك ان شاء الله فأنتر قولها لدي المحمد ... سوف نعطي الدعاة لكل المستمعين لأن كل واحد تخصوصهم لا يتم مشكلة مرحبا بك نحن نستمرين معكم سوف نمشي عند سامير دكتور تقول لك ما هي المكونات التي يحتاجها جسم الصائم في الصحور ما هي المكونات؟ ما هي بروتينات؟ دهنيات؟ سكريات؟ ما تريد؟ ما هو أكل التاجين للحم الأحمر في الفطور مفيد أو مضير بصحة؟ أكل التاجين في الفطور ممكن أنه يكون إلا ما كانش سيكون أمور أخرى تاجين للحم ممكن أن يتخذ في الفطور إلا ما كانش سيكون البيض معه مثلاً إلا ما سيكون البطبوط مع أمر بالدجاج وحنا نضع تاجين للحم يعني الناس تاجين للحم سيكون بوحده في الوجبة الفطور سيكون لما تمر الفواكيه ونزل التاجين بوحده يعني ما سيكون مع أمور أخرى هذا ممكن أنا نديره يعني إذا قد يدل تخلط المكونات بزمارة بيتا أو بروتينات من مشقة مختلفة خطر شيء ما خصشتكم هذه نقطة مهمة طبعاً ما خصشتكم فأهم يجبون يكون تاجين أبوحده اللي أجبال تاجين أبوحده النوع بروتيان محدة لا يتخذ اللي غييتخذ لا لا لأ تيقول لكeme كونها المكونات تحتاجون جسم السائم في السحور المكونات هي tune jurوبة القناة تجدين وجبة خفيفة لأن bluntة الف medio يكفيًا هي وكفيَ 얼굴 مثلية سريعة الامتصاص. خصوصا اينا غنفتع واحد القوس بالنسبة الناس كنت قبلها ليعونوا واحد عمل شاق. اللي يحسن العوان. الله يحسن العوان. الله يحسن العوان. الناس عمال النظافة اللي تكونوا على برا. البناية مساكن اللي تكونوا على برا. الناس اللي تيخدموا في ليشونتي. الناس اللي هذا. فعندهم جهود بدني. ومع اشياء الشمس. ومع الارتفاع في درجة الحرارة. الله يحسن لهم. خاصة خاصة يعني في الصباح في المجبهة ديال الصحور خصوهم يأكلوا مزيان. يقدر قاع يفطر بحل غ يفطر فطر عادي ديال خارجهم دان خبز وزويتة بلدية وآتي وثميرات ويخرج. لأشيان تي بدل مجهود بداني. مش بحل نحنا ما دان بدلوش مجهود بداني كتير. قالوا هاد الناس اللي تي خرجو يديرو يخدمو على بره. آآ ماشي عيب ان يخرج معها قريعة الماء. ومرة مرة يفزق الراس دياله ويغسل وجهه يغسل يديه. باش يهبط من درجة حر على راسه مرة مرة يفزقها. خاصو يفزقها خاصو يديرها. علاش لان الارتفاع في درجة حرارة. كي يزيد من حدث احساس العطش ويقدر يقتر تداخليا على الجسم دياله. لانه تيبقى مدة طويلة راكي اللي تيبدأ من العشرة الصباح غيبقى حتى المغرب. او حتى الخمسة دلاشية. فغيبقى واحد ستاة سواع ولا السبعة سواع. بلما يشرب الماء ودرجة الحرارة مرتفعة. تقدر توصل تربعين درجة الخمسة وربعين درجة حتى الاكتر ربما في بعض المناط فهدي الناس هدو يخرجوا معهم قريعة الماء. وكل مرة يبردوا على راسهم بشوية قريعة الماء. يعني كل ساعة كل ساعة يكب الماء في الديغس يمسح وجهوه يمسح راسو يكب شوية على. شفو يتفاز قال. نعم دروري 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 دروري. علاش لانه لما ما داروش هاد النقطة هدي لما هبطوش من درجة حرارة الجسم ديالهم. فيقدروا يقعوا بعض المشاكل اللي احنا ما بغيناها الشوقع. لانه كيف ما قلت لك عندهم مجهود بدنيتي يبدله. وفي نفس الوقت. المعنى كيش. فهذا تقدري ادي لها بعض المشاكل. نابل كان بزاف ديالناس كيبعتونا دايماً على صفحتنا على الفيسبوك. تغياخدوه مثلاً وشبط الفطور. عفوين الصحور بحل الفطور. مثلاً لك شيري كانوا كيف تفترو به. زمان زويتة بلدية. ممكن. ممكن. زويتة عادية. تتقول لغة صحر بي. اه ممكن. ولكن هادو ناس اللي غي يبدلون مجهود في اليوم الموالي. مثلاً إلا تصحر بزيت البلدية. مزيان. 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 مزيان إلا كان أنا غير عرقها مزيان في الفطور. وغي عرقها في الصحور. مش هاد شي اللي بغينا. خاصوه ليه عرقها في الوجبة تبجوج. خاصوه ينود يحرق. خاصوه غادي نود. وغادي الناس اللي عندهم عمل. يعني انتي حرق في سعرات حرارية. بالعكس خاصوهم يتناولوا وجبة الصحور بحل وجبة ديال الفطور العادية. يعني كيف ما قلنا خوبز زويتة بلدية بردية لتاي. فريميجا ولا غياخد تميرات ولا دارو خاصو يديرها. علاش لأنه باش يجيب تاقي خزنة. عنده. الناس اللي ما عنده لما بدلوش مجهود بداني. الى دارو هاد المسألة هادي قدار يكون عندهم زيادة في الوزن. الله كيف ما رفتتك باغي ندعافه ومشي باغي نغلاده. واخ. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. حمد لله مرحبا بك. الله يبرك فيك. مرحبا بك سيدي. والله يزازيكم بخير معك حاسم بن قرير. حاسم بن قرير. هادي فرصة زويلة ان توصلوا مع ناس بن قرير. عندي واحد سؤال الله يزازيكم بخير. مرحبا بك سي حسن. لانس الشباب يمكن سبق واحد يزازيلميها في الفطور. وله ضعوري حتيها كل شي حاجة. لا مزيان كازيلمة ولا تقول? ان هي بعد. اه العادي. اه كازيلمة عادي. مزيان. بالعاكس مزيان. شكرا يا دُكتور شكرا. كان شي ساد في بن قرير? ايه يا سيدي ساكندو بن قرير. كان شيساد? اه السود كائنا الحمد لله. والله يتقبان. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. لكن الله يقويكم slope حسين هنا ودعواتنا معكم ولا يسهل الله الله يتقبل سيام شكرا لك بزاف على التسال احنا مازنا معاكم كان مكلامات كان اسئلة و ديما نرجع باش ندير شوية توازن على صفحتنا على الفيسبوك تقول لك الله يخليك رشيدة من المراكش بغيت نسول على مشكلة نحافة في رمضان كيفاش نتعمل معها في رمضان من شانب تغذية لما نضيعوا فوقت سيام يعني الناس اللي بغوا يمكن يزيدوا في الوزن في رمضان فهي مفرصة مناسبة في حقاتنا تحتو بزاف على انقص التنقص الوزن اللي بغض ال down טוב لتنظروا shell LazYvdder في الوزن فممكن كاذلك هذة الناس أنهم مزيدوا في الوزن لأن غالب احيان هم الناس اللي تكون عندهم المعداد عالوام صغيرة ما تقدروش يأكلوا بزاف في الفطور فهدوا بالعكس علا ناس بإحلاتنا تخصوهموا يتناولوا في الفطور تخصوهم يتناولوا ف captivity وتفصلون يتناولوا في الصحور لأن تفقدو Excellence في النهار وما تكونوش اصلا دخلوك كيميات كافية فخصوم يفطره وخصوم يتشعشه وخصوم يتسحره ويقدر يكون صحول كيف ما قلنا الآن يقدر يكون خبيزة زويتة بالدياب الردية الاتاي ولقوا حليب باش يدخلوه الطاقة الجسم دياله باش ما يزيدوش يتحوه في المشكل ديالنا حفن بات. واخر معلم وكلمه وبعد غضي يجلبو سي عبدالله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا لسميك. اهلا بس عليك. شخبارك. الله يبارك فيك. مرحبا بك. نعم. الله يكبر بك اخويا شوف هادا هادا المغربة كلهم مؤدبين تبارك الله الحمد والله. لا يكبر بك السياس. الله يكبر بك السياس. الله يكبر بك. دعو معنا اخويا دعو معنا. راح نحتاجين لدعواتكم. الله يعطيك القوبر. احنا وياك احنا وياك احبيبي. الله يكبر بك. بالنسبة لي انا. نعم. كنت بدأت تقريب من واحد يشكيسان ديال الماء. نعم. وكندير الحليب وشي خمسة سميرة تقريب عن الحلاقة. وكندير الثاني الزيت بالذية. ثاني. وعطي نشر الحريرة وكنن نقل بيضة. نعم. هذا هو الفطر ديالي انا. مزيان. مزيان. اه. انا اعطيك انا اعطيك غير لك خونولوجي. امن انت بدأ بالماء. تبعوه بالتمر. وصير صلي وعادا اجي يكمل بيع الحليب. اه. ومزيك بالذية. مزيان. خبز زويتها بالذية. بيضة حريرة مزيان. يروى. اه. الى ما اخذتش الفوكيهنا في الفطور. اخذك تاخدهم بالليل. كلها اخذهم بالذية. صاف. تبارك الله عليك. اعم. تبارك الله عليك. وفي ذلك القادية ان المبارد راوخي. انا اضعفوا سخون. انا ضد. بعد ذلك المبارد. لا مخصوش يكون. انا بعد ذلك نشوف قريبا من روبيني. ولكن نقول الشيخ مصاربين الحرارة. سمدك المادية الروفيني. نعم. نعم. هذه المياه تكون الحرارة. نعم. مقرم الروفينيه كنت عم نغيب مع المادة الروفينيه. لا من كيش محسن من المال عادي. كيش يصاد فاس السيوس. وفي حالينا بس كم واحد سبال 30 سمئة. تبارك الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذه القيمة للمغرب. الله يحفظ بلادنا. الحمد لله. الحمد لله. وفاس كلها ضائرة بالخضورة والمغارسة. صح. صح. يكن سيوسف. شكرا لك بزاف. تبارك الله لك. يلا نشوف بسرعة بسرعة حتى ما بقناش بزاف دلوقت. عبدالله سؤاله مهم. يعني ما تقولك عبدالله. تقول لك أنا ما كنشربش بزاف تلماء. ولكن ما كنحس بشي تغيير في الدات ديالي. لا ألوك شوف ما كنشربش بزاف دلماء. هذا غلط كبير. الناس بزاف ما كيتشتابس من هذا القديع. هذا ما كنشربوش الماء وعيشين. بحال واحدة بالنسبة له ضعيف راف صحة جيدة. صديق الناس سيربتو مثلا صحة جيدة بالسمنة. إذا كان غليد راف ما كيف صحة جيدة. ولكن ما عندوش زيادة في الوزن. ستفديق راف صحة جيدة يشرب اللي يبغوا ويكون اللي يبغى. لا. فجوجي ترد الماء ديالنا تيخصنا نشربها في النهار. ما تيجيك لعطش هذا ما تيينيش أنه ما خاصلك تشرب. نحن قلنا بأنك سنشربه قبل ما يجينا العطش. لحنو أضرار على الدات. طبيعي. 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 يعني الشرب. لا أنا شوف شرب الماء. أنا تكين النقطة أخرى. الشرب الماء تدير العمل دياله داخل الجسم من بعد. أعزكم الله تنخرجوه في البول ديالنا. هذا ماذا يعني؟ يعني أننا تنقوموا بعملية تنقية. تنصيقوا الجسم. فإلا ما شربناش بزاف ما غنخرجوش بزاف. حينت سمحوا لي ولكن تنضروف هذا الشي في هذا البول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماء زائد سموم. فإلا ما شربناش الماء بزاف ما غنخرجوش الماء بزاف وما غنخرجوش هذك السموم معه بزاف. لعدها فشرب الماء بجوجوش يطروف النهار مزيان. ولو هناكي الناس اللي غي ترحوا سؤال. لأنكيين بعض المعلومات كيينة في الانترنت نشربو خمسة يطروف النهار نشربو سسة يطروف النهار سبعية تروف النهار هذا كذلك خطأ. لماذا؟ لأنه إلا كنت نشرب الماء بزاف تي خس نكون تناكل مزيان. حيث من يتنخرجو الماء؟ من يتنخرجو الماء من الجسم؟ من يتنخرجوه معه شوية ديال الكالسيوم تنخرجوه مع بعض الفيتامينات. فيقدر نتصاب نقص في الفيتامينات نتيجة تشرب كميات كبيرة من الماء. ديالربعي يطروخم سيطروس السيطر. سيكون بتوازن. سيكون بتوازن. كل شي بتوازن. كيفية سليمة لشرب الماء نبيل بها نختمون؟ وأنه. كليكي يشدك القراءة ويقول لديكي يجيب بلتمان؟ لأ. خصنا نشربوه هي كنا المسألة كنا في الجانب الديني لدينا. أنا نشربوه ثلاثة تجريمات. أنا مخشش شربوه واقفين. موقفين؟ بين أسباب ظهور الغازات وشو. نشربوه الماء واقفين. خصنا نشربو الماء جلسين. هذه ما هو مشديد ها. يعني الناس اللي عندهم غازات خصوهم ما يشربوه شواقفين وما يأكلوش واقفين. يشربوا غالسين ويأكلوا غالسين. يعني هذه النقطة الأولى. ما نشربوش مع بارد بزاف. نشربوه ما في درجة حرارة عادية. ما نشربوش كيمية كبيرة دلمة كيف ما قلتي. ما نشربوش مع الماكلة. هذه النقطة كذلك أخرى. وما تسندوش تيجين العطش. يعني بحالة بالليل الناس مثلا غادي للجامع يدي معها قريعة ديالو. بين كل ركعتين يشرب شوية دلمة واحد جغيمة ولا جوج. بالليل حط حدك قريعة دلمة ديالك. انت تتفرج وانت تتشرب شغيمة. انت تقدر شغيم الماء عللاش لانا ما تحصلش المسلطش. باش الجسم ديالنا ينحققوه ديال ستين تسبعين في المئة ديال ما في جسم الينا. لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن حلقة ممتعة نستفيد نستطيع أن نسيطر نستطيع أن يكون نظام ويكون حتى الوجبات نتفادة الملوحة خصوصا الوجبة صحور عندما أخذنا إلا ما أولا نسكرة بزاف يعني حلوة بزاف تيتها المشكلة للإحساس وطلب المؤادة راح تكلم لإيقظم الخير شكرا لك بزاف لا تكلم بك ولك المقطع بسرعة إن شاء الله موعدنا يوم الأربعة نتكلم إلى موضوع كذلك مهم سيام الولدات في العام الأول خصوصا مع ارتفاع درجة حرارة ومع ارتفاع درجة حرارة الأمهات اللي كيكونوا كذلك تشوفوا شوفوا في الوليدات تقولوا وليدي مسكن صايم هاد العام ولا يقدروا ولا يقدروا